شوف احنا كتير جدا بنتكلم على الوضع الاقتصادي لانه عمليا هو ده الشغل الشاغل مش بس بتاع مصر هو بتاع كل الدنيا على سبيل المسأل حتى لما كنت بتكلم انا وزميل عزيز يوسف عبدين على مهرجان الطماطم اللي في اسبانيا ده فكنا بنقول طب يعني هو مش العالم بيعاني المفترض جدلا من نقص في الغذاء مش وقته بقى مهرجان الطماطم ده يعني والاهضار يعني بصرف النظر لكن هرجعك تاني على مسألة الاقتصاد اصبح كل مواطن في الدنيا مهموم بالاوضاع الاقتصادية بتاعت بلاده وبطبيعة الاحوال فان المواطن المصري هو كمان مهموم بالوضع الاقتصادي المصري وجزء كبير وده عادي وغير مستهجا على الاطلاق جزء كبير من اهتماماته منصبة على معيشته وحياته اليومية والاسعار بتزيد ولا الاسعار بتستقر ولا الاسعار هتقل نتمنى في يومنا الايام الاسعار تقل طبعا مش دي برضو المسألة اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيها احنا بنتكلم في انه هل الدولة شايفة الي بيحصل شايفة كم المعاناة الي بيبقى موجودة على كاهل المواطن بسبب الاسعار اللي بتتزيد اقولك بمنتهى البساطة بالتأكيد عشان كده الدولة كل وقت والتانية لما بتحصل ازمات زي ما حصل قبل كده ازمة الكورونا وزي ما حصل مؤخرا ازمة الحرب الروسية الاوكرانية منذ بدايتها في 24 فبراير سنة 2022 الجاري بدأت الدولة تاخد مجموعة من الخطوات اللي بنسميها مظلة الحماية الاجتماعية اشتركوا في القناة